الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى عن كرمه وجوده ولطفه وفضله طرفة عين شهادة ندخرها لهول الموقف العظيم يوم أن نقوم بين يدي الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير والسراج المنير خير الأنبياء مقاما وأعظم الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال والداع إلى خير الأقوال والأحوال والأعمال أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة ففتح به أعينًا عميًا وقلوبًا غلفًا وآذانًا صمًا وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم كما آمَنَّا به ولم نرَه لا تُفرِّق بيننا وبينه حتى تُدخِلَنا مُدخَلَة اللهم أورِدْنا حَوْضَه وَاسْخِنَا مِنْ يَدِهِ الشَّرِيفَةَ شَرْبَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام وارزُقنا في جواره حُسن الختام وارزُقنا شفاعتَه يوم الزِّحام وارزُقنا حُبَّه على الدوام أنت وليُّ ذلك والقادِر عليه ثم أما بعد أيها الأحِبَّة في الله إن الحق تبارك وتعالى بيَّن لنا أن يوم القيامة هولُه على الناس عظيم صورةً من صور هذا الهول بيَّنها لنا ربُّنا تبارك وتعالى في قرآنه عن أشدِّ المخلوقات في هذا الكون أو من أشدِّ المخلوقات هذا المخلوق العظيم من حول هذا الموقف يتحوَّلُ إلى ذرَّاتٍ وشيئًا متناثِرًا أتدرون ما هذا الشيء العظيم؟ إنه الجبل قال تعالى وَيَوْمَ نُسَيِّرُوا الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وقال ربُّنا تبارك وتعالى يسألونك عن الجبال فَكُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عُوَجًا وَلَا أَمْتَى وقال ربُّنا تبارك وتعالى وبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةً فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا كان الظَّرَّات مُتَنَاثِرَةً كأنها صوفٌ مُمَزَّق مُتَطَايرٌ كالعِهن المنفوش هذا المخلوق العظيم من هول يوم القيامة ومن شدة هذا اليوم يتحول إلى ظرَّاتٍ مُتَنَاثِرَةً هنا وهنالك متى يكون هذا التسيير للجبال؟ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يوم أن يأمر ربنا تبارك وتعالى إصرافيل بالنفخ في الصور نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلٌّ أتوهُ داخرين تلك النفخة تغيِّر معالم الكون السماوات تتبدل الأراضين تتبدل الشمس يذهب نورها النجوم ينطفء ضوءها البحار تتحول إلى حمم من النيران الوحوش العظيمة التي طالما أرعبت الخلق تراها يوم القيامة من هول هذا اليوم محشورة منكسرة ذليلة لأنها ستُعرض على الملك تبارك وتعالى الذي يُقتص للظالم ممن ظلمه في تلك الدنيا حتى الوحوش حتى الوحوش يُقتص من بعضها البعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى شاتاني تنططحان فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري فيما تنططحان قال الله ورسلُه اعلم قال صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة هذا هو الحال بالنسبة للوحوش التي طالما أرعبت الخلق في دنيا البشر تراها يوم القيامة ذليل منكسرة نجوم يتبدل ضوّها وينتفع ضوّها شمس تكوّر كما قال ربنا تبارك ويتعانى إذا الشمس كوّرَت يعني ذهب ضياؤها وانتفع نورها لذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رجل الله عنهما من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين خلي بالك إذا أردت أن تتعرَّف على يوم القيامة ماذا تفعل؟ من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس قوّرَت إذا السماء فطرَت إذا السماء شقَّت أمور عظيمة جداً تتحول أو يتحول هذا الكون من كون من كون معهود للبشر إلى كون جديد السموات غير السموات الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض يوم تبدل السموات والأرض ويبدل كل شيء لتجد نفسك أمام أرضٍ جديدة ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء أن المؤمن التقي لا يرى تلك الأحداث المرعبة لا تقوم الساعة عليك أيها المؤمن إنما تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام على شرار الناس شرار الخالق وحدهم هم الذين يعاينون هذا الرعب وهذا الفزع لكن المتقين كما قال ربنا تبارك وتعالى في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ثم بعد أربعين أربعين سنة أربعين يوما أربعين شهرا الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم يأمر ربنا تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية بعد نفخة الفزع نفخة البعث لم يحدد صلى الله عليه وسلم المدة الزمنية لما قال أربعين كما عند البخاري وعند مسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعين قالوا سنة قال أبيت أبيت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام أربعين شهرا قال أبيت قالوا أربعين يوما قال أبيت يأمر ربنا تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث وللأمان من أهل العلم من يقولون بأن إسرافيل عليه السلام يؤمر من ربه تبارك وتعالى بالنفخ في الصور ثلاث نفخات فقالوا نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخة فيه أخرى آية الزمر فإذا هم قياموا ينظرون من المستثنى من تلك النفخة إلا من شاء الله من هؤلاء اختلف العلماء في هذا الاستثناء على عدة أقوال منهم من قال بأنهم الملائكة ومنهم من قال بأنهم صنف معين من الملائكة ليس كل الملائكة قالوا جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش ومنهم من قالهم أهل الجنة والحور العين ومنهم من قال بل هم الشهداء ومنهم من قال لا بل هم الأنبياء ومنهم من قال بل هو موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام استثناه ربنا تبارك وتعالى من نفخة الصعق الدليل على أنه موسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني أول من يرفع رأسي بعد النفخة الثانية فإذا أنا بموسى بن عمران متعلق بالعرش لا أدري أكان ذلك قبل أم بعد يعني قبل النفخة أم بعد النفخة وحديث آخر بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين استثناهم ربنا تبارك وتعالى هم صنف من الملائكة فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربنا تبارك وتعالى أتى ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى قاله ربنا أعلم من بقي من خلقي قال له ملك الموت بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وبقيت أنا هؤلاء هم الذين استثناهم ربنا تبارك وتعالى من النفخة فقال ربنا تبارك وتعالى لملك الموت ليموت جبريل فيموت جبريل ليموت ميكائيل يموت ميكائيل ليموت إسرافيل يموت إسرافيل ليموت حملة العرش من يحمل عرش ربك تبارك وتعالى حملة العرش يموتون فمن يحمل العرش الرحمن على العرش استوى العرش هذا وعظمته والكرسي وعظمته أيضاً كل هؤلاء في قبضة الملك تبارك وتعالى لا تسأل كيف استوى كما قال الإمام مالك الاستوى معلوم والكيف مجهول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة الرحمن على العرش استوى ليموت حملة العرش يموت حملة العرش يقول ربنا تبارك وتعالى لملك الموت من بقي من خلقي قال بقيت أنا يا رب قال وأنت خلق من خلقي خلقت لما ترى يعني وظيفتك قبض الأرواح معتش أرواح أنت خلق من خلقي وظيفتك كما ترى فيموت ملك الموت في هذا الصمت الرهيب المرعب تسمع صوتاً جليلاً مهيباً ينادي ويقول لمن الملك اليوم كل مات والكل انتهى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً لا تسمعوا أحد يجيب على الرب تبارك وتعالى ليتولى الجبار الإجابة على هذا السؤال الملك اليوم لله الواحد القهار ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخر ما هذا الصور الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرن يشبه البوق حينما سؤل صلى الله عليه وسلم عن هذا الصور قال عليه الصلاة والسلام قرن الوظيفة التي من أجلها خلق ربنا تبارك وتعالى إصرافيل النفخ فقط فوظيفة إصرافيل النفخ كما أن لكل ملك من ملائكة ربنا تبارك وتعالى وظيفة جبريل موكل بنزول الوحي إلى الأرض وعلى الأنبياء ميكايل موكل بالقتر وبالأرزاق ملك الموت موكل بقبض الأروع وصنف من الملائكة ساجد ليرفع من السجود هذا وظيفة هذا الصنف وصنف ذراكع ليرفع من الركون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مجرد علم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن إصرافيل سوف ينفق في الصور تلك النفخ نفخة الفزع كان لا يتذوق صلى الله عليه وسلم نعيما هو القائل صلى الله عليه وسلم كيف أنعم كيف أذوق نعيم وقد التقط وقد التقط صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعة ينتظر متى يؤمر فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافهم قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال كولوا ونحن نقول معهم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لم يغمد إصرافيل منذ خلقه ربنا تبارك وتعالى ترفه مرة واحدة عينيه عيناء كأنهما كوكبان ذريان يخش أن يغمد عينه فيأتيه أمر ربه تبارك وتعالى فأتأخر عن تنفيذ أمر الملك تبارك وتعالى ما هو الزمان الذي سوف يتولى إصرافيل النفخ في الصور فيه حدد النبي صلى الله عليه وسلم الزمان إنه يوم الجمعة يوم الجمعة يوم النفخة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه النفخة وفيه السعقة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة عليك في رواية كيف تعرى الصلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت وانتهت فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فإذا كان هذا الأمر للأنبياء فكيف يكون الأمر بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يرد ربنا تبارك وتعالى الروح للنبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على عبد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن رسالته ودعوته وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً الكل بين يدي ربه تبارك وتعالى محشور الأمير قبل الغفير والغني قبل الفقير إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرده نام هرون الرشيد على فراش الموت فقال لمن بجواره أريد أن أرى قبري الذي أدفن فيه فحملوه إلى قبره على سريره فنظر إلى قبره وبكى بكاءً شديدًا ورفع رأسه إلى السماء وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يحشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي يحشر الناس يوم القيامة على أرض شكلها هي الأرض التي سنحشر عليها يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة نقي في رواية ليس فيها معلم لأحد أرض بيضاء شرية البيض كأنها فضة تتلألأ ككرسة نقي كالدقيق الأبيض الناصع الخالي من النخالة تلك هي الأرض التي سوف نحشر عليها بين يدي ربنا تبارك وتعالى أرض بيضاء عفراء ككرسة نقي ليس فيها معلم لأحد ليس فيها طرق معلومة وليس فيها مكان يختبئ فيه أحد من عدل ربه تبارك وتعالى ومن القصاص ومن العرض ليس فيها أراضي وليس فيها عمارات وليس فيها ناطحات سحاب إنما الكل سوف يحشر على تلك الأرض لتتنزل الملائكة صفوفاً صفوف ملائكة السماء الأولى يتنزلون بضعف أهل المشهد بضعف أهل المحشر من الإنس والجن وسكان من السماء الثانية من الأولى يتنزلون بضعف أيضاً عدد أهل الأرض من ملائكة السماء الأولى ومن الإنس ومن الجن صفوفاً 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 وجاء ربك والملك صفاً صفاً هذا هو عرض الناس على ربهم تبارك وتعالى تتزلزل الأرض وتتخلص الأرض من حملها الثقيل وترد الأرض كل شيء أخذته للبشر أخذت منا شيئاً صغيراً ونحن أطفال قطعة الغلفة هذه تردها الأرض ونحن بين يدي ربنا تبارك وتعالى يحشر الناس حفاء عراه غرلاً يكونوا الطفل قبل الختال حتى قالت عشها رجل الله عنها حفاء عراه يا رسول الله الرجل عاري والمرأة عارية وينظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل قال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك في رواية الأمر أشد من أن يهمهم هذا في أمر تاني لا يستطيع أحد أن ينظر كل مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني تتخلص الأرض من حملها الثقيل ويعرض الناس ويخرج الناس من قبورهم للعرض في مشهد عجيب جداً ثلاثة أصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خروج الناس من القبر إلى تلك الأرض الجديدة البيضاء العفراء ككرسة النقي خروج الناس من القبر إلى تلك الأرض في مشاهد عجيبة ثلاثة أصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف فتش عن قلبك وفتش عن حالك ترى أنا من أي الأصناف الثلاثة التي ذكرها لي نبي صلى الله عليه وسلم صنف مشاه من القبر يمشي إلى أرض المحشر وصنف الرقبان وصنف على وجوههم تخيل هذا المشهد المرعب رجل رجله إلى أعلى ويمشي على وجهه حتى تعجب الصحابة ما رأينا رجل يمشي على وجهه رأيناه يمشي على يديه لما على وجهه كيف يمشي على وجهه يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه قال قتاد في رواية أخرى قلت بلى وعزة رب إنه لقادر قلت بلى وعزة رب إنه لقادر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم شكلهم إيه عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زلناهم سعيرا وصنف يخرجون من القبر ليجدون الملائكة في استقبالهم بركائب من الجنة أعدها ربنا تبارك وتعالى خصيصاً لهذا اليوم صنف يخرج من القبر يجد ملك من ملائكة ربه تبارك وتعالى يقود له دابته اركب يا ولي الله لا تحشر كباقي الناس على قدميك نعم أنت لك مكان عند ربك تبارك وتعالى تحشر وأنت تركب ركائب من ركائب الجنة وتحيط بك الملائكة من كل ناحية كالملوك والأمراء في دنيا الناس أنت تحشر ملك بين يدي ربك تبارك وتعالى تركب والكل من خلفك ماشياً حتى الملائكة من أنتم أيّته أيها الملائكة يردون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور الرحيم هؤلاء هم المتقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً قال ابن عباس الوفد رقبان الوفد رقبان هذا هو صنف من حامل أو صنف من أصناف الناس الذين يحشرون ويوم القيامة عند خروج الناس تنكشف الأسرار وكل إنسان كان يخفي أمراً ويخفي معصية تنكشف بين يدي ربنا تبارك وتعالى فترى العجب العجاب في أرض المحشر في خروج الناس وفي حشر الناس من قبرهم ليقفون لينتظرون نزول ربهم تبارك وتعالى نزولاً يليق بجماله وجماله ليخضي ربنا تبارك وتعالى بين الخلائق في تلك الدار بين يدي ربنا تبارك وتعالى صنف يخرج من قبره النور يتلألأ في وجه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وصنف يخرج من قبره أول كلمة يرددها بعد خروجه من قبره لبيك اللهم لبيه أول كلمة من هذا الصنف؟ هذا من مات متلبساً في حج أو عمرة في إحرام يبعث يوم القيامة إذا مات إنسان في حج أو في عمرة أول شيء يبعث عليه يقول لبيك اللهم لبيك فكل يبعث على ما مات عليه فمات ملبياً فاقتضى عدل الرب تبارك وتعالى أن يبعث يوم القيامة ملبياً وصنف يخرج من قبره له وصف عجيب جرحه ما زال ينزف دماً كأنه جريح قريب لون هذا الدم هو لون الدم الطبيعي الذي نعرفه جميعاً ورائحة هذا الدم رائحة المسك لون لون الدم ورائحة رائحة المسك من هذا الصنف؟ هؤلاء هم الذين قتلوا في سبيل ربهم تبارك وتعالى وصنف يخرج من قبره لا يستطيع أن يمشي فإذا أراد أن يجلس لا يستطيع أن يجلس فتخبطه الشيطان من المسك كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يقو على المشي ولا يقو على الجلوس الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً هؤلاء آكلين الربا في تلك الدنيا كأنه قد أصابه مست من الشيطان لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يجلس وصنف يخرج من قبره وبجواره مجموعة من الأطفال يجرونه جرًا ليقفوه بين يدي الملك تبارك وتعالى من هذا ومن هؤلاء الصبية هؤلاء هم اليتام وهذا هو آكل أموال اليتام إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلماً إنما أكلن في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً وصنف يخرج من قبره ويحمل ما سرقه على كتفيه بين يدي ربه تبارك وتعالى ومن يغلُل لسرأ حاجة في الدنيا ومن يغلُل يأتي بما غلَّ يوم القيامة مشاهد عجيبة وقد جسَّد ربنا تبارك وتعالى تلك المشاهد المرعبة في آية فذَّ في كتابه يَا أَيُّهَا أَنَّا سُتَّكُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَطَرْعَ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدَ تَذَكَّرُوا وَكُوفُكَ يَوْمَ الْعَرْضِ عُرِيَانًا مُسْتَوحِشًا قَلِقَ الْأَحْشَاءِ حَيْرَانًا وَالنَّارُ تَلْهَبُ مِنْ غَيْذٍ وَمِنْ حَنَقٍ عَلَى الْعُصَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ غَطْبَانًا اقْرَأْ كِتَابَكَ يَا عَبِدُوا عَلَى مَهَلٍ فَهَلْ تَرَى فِيهِ حَرْفًا غَيْرَ مَا كَانًا فَلَمَّ وَمَا كَرَأْتَ وَلَمْ تُنْكِرْ قِرَاءَتَهُ وَأَقْرَرْتَ إِقْرَارَ مَنْ عَرِفَ الْأَشْيَاءِ عِرْفَانًا نَادَى الْجَلِيلُ خُذُوهُ يَا مَلَائِكَةِ وَامْضُوا بِعَبِدٍ عَصَى لِلنَّارِ عَطْشَانًا المُشْرِكُونَ غَدًا فِي النَّارِ يَلْتَهِبُوا وَالْمُوَحِّدُونَ بِدَارِ الْخُلِّ سُكَّانًا أسأل رَبَّ تَبَارَكَ أَتْعَالَ أَنْ يُنُجِّنَا وَأَيَّاكُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَأَنْ يَحْشُرَنَا وَأَيَّاكُمْ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّهِ وَلَا بَاقٍ إِلَّا وَجُهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرٍ